قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن مشاعر الانتقام الأسود تحكمت في قادة الاحتلال الإسرائيلي ليرتكبوا جرائم التطهير العرقي وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري إن العدوان على غزة ليس وصمت عار على جبين الاحتلال وإنما على جبين العالم بأسره موضحا أن الاحتلال تجرد من مشاعر الإحساس بالعار خاصة وأن الأمور طالت لشهور حتى بدأت بعض الدول المطالبة بوقف إطلاق النار رغم ما ترمارسه إسرائيل من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني